السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة عايزين نتكلم عن أم زياد رحمة الله عليها أم زياد اليوتيوبر اللي ماتت شابة صغيرة اللي ماتت يعني امبارح ولا أول امبارح الحقيقة أنا معرفهاش ولا عمري شفت لها فيديو ولا شفت فيديو لإخواتها بيقولوا إخواتها برضو معرفين على اليوتيوب وكده أنا عمري ما سمعت عنهم غير من مراتي لما قالت لي قصتها على العموم أسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يتجاوز عن سيئاتها وأن يلهم أهلها الصبر إنه وليه ذلك والقدر عليه لكن هل ممكن يكون متهده بسبب عين أو بسبب حسد حسدتها على ما أعطاها الله عز وجل طبعا ممكن يكون ده النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق وقال العين أدخلت الرجل القبر يعني ممكن إنسان يموت بسبب العين وبسبب الحسد وكله في الأول وفي الآخر بتقدير من الله عز وجل يعني أنا سمعت أن هم اشتهروا بصورة سريعة وربنا كرمهم هي انتقلت في فيلا لسه قريب ده على حسب الكلام اللي أنا سمعته فممكن يكون عرض هذه الأشياء جعل بعض العيون تصيبهم بأذى وعشان كده الإنسان لازم يحاول يحصن نفسه من العين ومن الحسد عن طريق الأذكار أذكار الصباح والمساء وعن طريق المعوزتين قل أعوذي رب الفلك وقل أعوذي رب الناس عن طريق سورة الفاتحة عن طريق قراءة القرآن عن طريق قراءة الأدية كل هذه الأشياء الإنسان يحصن نفسه بها أنا مش بقول يكون عندنا هاجس ونقعد نتهم الناس كل واحد أصبني بالعين ده أنا هتحسد لا أنا بقول أنت تحصن نفسك بالأذكار ودعي الأمر لله عز وجل الله عز وجل أن يغفر لأم زياد وأن يرحمها شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته